انا النقيد تيسير فاهمي انا لما اطلب من حضرتك طلب حضرتك تنفذ الطلب بدون اي تجويد منك ما تدخليش في تفاصيل لو سمحت اتفضل الديني رئيسك المباشر ايوا يا فندم لا يا فندم انا مستقى جدا يا فندم حضرتك عارف ان انا زابط شرطة يعني اهم حاجة عندي الاتقان والاخلاص في العمل انا عايز حضرتك تتابع الموضوع ده بنفسك ارجع مع حضرتك بعد التفاصيل تمام 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 لا الروز شعرية يا فندم تمام الفرخة محمرة زيادة تمام شكرا لمون معاصفر شكرا زهران اوامر فندم اندهلي ابني البنت اللي عملت الحادثة والشاهد اللي معاها وتابعلي موضوع الاكل علم يا فندم السلام عليكم يا فندم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا مش عايزك تخافي حقك هجبهولك بالقانون وانا مسؤول بنفسي احكيلي كده بالتفاصيل ايه اللي حصل حاضر يا فندم حددتك انا كنت نازلة من الاوتوبيس مروحة عالبيت اصلاً كان عندي عيد ميلاد اه طبعاً كل ساون طيبة وواضح جداً يعني مش عايز التفاصيل قوي دي ها حاضر بس حددتك نزلت من الاوتوبيس روحت على الكوشك بتاع راجل الطيب ده قلت له عندك لمبادة قال لي ما عنديش غير لمبادة بالكريمة ولا وبحبهاش بالكريمة اصحيك عايف انها بتحمي على السدر امم انتي ما جربتش اللي بالفراولة جميلة جداً يعني خشي في الموضوع حاضر يا فندم قلت له ببلاش لمبادة عندك معمول قال لي اه عندي المعمول قلت له بكامل معمول قال لي بجنيه 75 قلت له ليه ده في كل حتة بجنيه ونص سوين الكلام ده حصل حصل يا باشا ايه 75 ما هو بجنيه ونص في كل حتة مش عم بكامل تقتruktورا طيب ده ربع جنيه أيه خلاص حضرتك انا مسامحا اه كملي حضرتك انا قديتو اطنين جنيه قلي ما عنديش فىك لازب تاخدي حاجة بربح قلت له طب عندك توفي قلي ما عنديش توفي ما عندكش توفي ليه ما عندكش توفي ليه ما عندكش توفي عشان مش شركة ما بتنزلش توفي اديني اسم الشاركة لي ما عنديش يا حاجة خلاص يا فندم فقك متوفي وركظ معه يا فندم ما عنديش احكي لي بقى خبطاتك ازاي كده يا فانده دي اكتبها ولا ارسمها ولا اياE خبطتك ازاي؟ خبطتك امتى؟ ما حضيتك ما بصرتش في الساعة ساعتها ما كنتش فاضية كنت بعمل حد اوه خبطتك وانت بتعملي ايه؟ ولا بتديله ربع جنيه وانا بقول لحضيتك انا دخلت ايدي كده بقى عشان اضوع على ربع جنيه فضلت كدير بقى لغاية ما خاطر اخر اديته ربع جنيه وهو قالت بس بس ايه الهبل ده؟ يا زهران امر فنة اندهلي يا ابن الست اللي برا والساعة ايه كده؟ ايه نيتا خير خير ايه حضرتك اللي عايزني؟ ام اقافي ام اقافي ام فاين تسانكيو ام اقافي حضرتك تكلمين ابن العربي انت جاية هنا متهمة مش جاية كورس ربنا يكرمك يا بشا ويعلي مراتبك على فكرة انا وقفت بس عشان بحترم بلدي وبحترم القانون احكي لنا ايه اللي حصل اللي حصل ان الحاجة دي كانت وقفة في نص الشارع وخبطتلي عربيتك مش انا اللي خبطتك انت اللي خبطتيني هكتواقف عن ربيتك اسكوتي خالص انا بكلم الزبط مش بكلمك انت ماشي والزبط ده هو اللي هجيبلي حقه وانصرني وإذن الله اكيد مش هتقدمني وتصدق دي يعني كمان اكيد هتصدقها هي لانها معاها شاهد الاستاذة دي كلامها هو اقول له صح اقول له هارم دي ايه اللي ضربت الكوشكي بتاعي وخبطتها انت تكرس خالص معلش بس قبل ما تكمل التحقيق بتاعك انت تعرف انت بتتكلم مع مين؟ اه انا عارف انا بتتكلم مع مين بس اللي انا عايزة فهمولي كفندم ان هنا ما عندناش لا خيار ولا فقوس انا عارف الخيار بس ايه فقوس؟ يعني هنا قدام القانون الكل سواسية واللي ليه حق انا هجيبهله من عين التخين قالوا اهواقعد قدامي كلم بابي مش هكلم بابي انا ها ولو بابي ده مدير الامن مش هكلمه برضه مش عايزة يتكلم اوكي مباعي طبعا مش عايزة اتكلم عارفة ليه مش عايزة اتكلم؟ لان البلد دي تغيرت خلاص كفايانة بقى انتو فاكرين نفسوكو ايه؟ عشان معاكو شوية فلوس وشوية سلطة هتمشوا تدوسوا على خلق الله من غير محد يحاسبكو لا يا فاكرين تمام ليه؟ عايشين في كلابة؟ يا زهران اوامر يا فاكرين خدها يا ابني على الحاجز ربنا ينسرك زي ما انا صارتني يا رب ايش دي يا ابني؟ البرتوانا لا 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 هدودك ما يفعلش كله ده ظلم هدودك ده حياتك وصحبهم ماش تعملون هلم عليكم الزلم ده هلم عليكم اوامر بتا اروح الحاجز انت الوحق ظلم يا باشا الحاجز اتفضل ظلم يا باشا اتفضل يا فاكرين معادي ده الفقوز بقى انا بريها ولو اي اللي خبطتني بالعرفية يا اه هي كل واحدة تيجي هنا تقولي الجملكين دول يا عم يا مالك ايه ده انت هتدخلني فين يا عم؟ يا عم انا مش عارف اتخد كده هتحشني يا عم اه اتحشني الله عندي عالك تبسيها يعني اه حمى اه ايه دك معايا والنجد حمد بقولك ايه احنا عايزين نتغفلها انهم قلبنها على سفة ونزل برعشة الاول ومش قلبنها على جوعه ونش قلبها ده يا عم خلاص بقى انت مقدمكشك الحل واحد تقلعب بتاعي ده عشان تدخلي جوه لا 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 ابوسي ايه دك ابوسي دك الالام سابوتو انا على اللحم طيب بقولك ايه يعني انت حاولي بقى ايه تيجي على نفسك شوية كده وتتغطي ولغات ما تغشي طب وانا بي مروح يا اه شاريهان خلتي خلتي يا شاريهان ايه يا حاجة ما ينفعش طواف الكلمية كده ايه يا اخويا دول كلمتين بس استنى بس دي تعليمات البشر المقموط برضو وانت طب وماله التعليمات قوام خد يا اخويا عفو لا 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 انا ما بشعبش جرق اجنبي هميني حسابك ان المرة الجاي يكون اجنبي بس ما تطوليش معاها قوي ان شاء الله المرة الجاي ايه يا بيت ما تمسكي نفسك شوية اجمازي كده مش قادة يا خلتي مش قادة يا عموط وادخل الحمام ومش عارفة حتى اقعد من البتاعه دي سكي نفسك بس شوية دلوقت وبلاش تعقودي خليكي واقف لحد اما شوف الزبت دا سكيته ايه لو سمحت بكتب البيل معمور فيه ايه ده استاذ عبدال ايوا اوبا انا نساء ازايك يا استاذ عبدال الحمد لله انت مش فاكرني ولا ايه سامحين ايه لحيا لأ انا صباح صباح بتاعت المؤطم مؤطم ايه يا استاذ عبدال انا صباح اخت شادي مرات عبدالحليم ايه يا شادي اتجوزت عبدالحليم اه صح في معبود الجماهير معبود الجماهير ايه بس يا استاذ عبدال ما تفوق يا اخويا معاي عبدالحليم اخوك عبدالحليم يا اخويا ست صباح ازايك؟ طبعا لك حق ما تفتكرنيش ما انت بقالك زمن ما بتسألش حتى ازايك مستخسرها مستخسرها ما بتقولهاش لا ده كده بالصباح بقى ده كده جورج واسوف ها؟ اللحنة نهارنا أبيضة لحاجة ان شاء الله يوم نسيت البيت شريها سلمي على عمك يا شريها ازايك يا عم ازايك يا شريها 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 منت عبد الحليم أخويا يا كبرت واتدوارت يا ماشاء الله فيم كانت لمونايز غنانة كده ايه يا شريها عامل ايه يا حبيبتي وإن لي كان بك هنا؟ والله العظيم يا عمي أنا مظلومة في واحدة زبالة خبطتني بعربيتها وبدل ما يرموها هي في الحجز رموني أنا في الحجز وهي قاعدة فوق حتى رجلي على رجل حزبي الله ونعمة الوكيل فيهم يعني كمنهم ركبين عربيات يا أستاذ عبدالله؟ طبعاً ما تلاقي أبوها تاجر مخدرات؟ ولا رجل أعمال من اللي بدفعه رشوة قد كده؟ المهم انت كنت جاي الاسم تعمل ايه يا أستاذ عبدالله؟ لا ما هو غالباً أنا تاجر مخدرات أبو الزبالة الواطية اللي حتى رجل على رجل فوق وحس بي الله ونعمله كي لا يا فندم الموضوع بسيط بيزدل ثم إحنا عائلة واحدة ثم شريهان ونلي بلت عم يا فندم أنا المعلومات اللي عندي أن نلي بنت عم لبلبة آه لا ما أقصدش كده لا يا فندم نلي بنتي أنا وشريهان بنت عبدالحليم مشادية عبدالحليم مشادية يا فندم شريهان يا فندم أخته عمر خرشد يا فندم مش القصد أنا أفحب حضرتك بالبساطة أخوي عبدالحليم حضرتك أخو عبدالحليم؟ ها حضرتك بالشبه وخالص لا مش عبدالحليم اللي في اتباك حضرتك عبدالحليم أخويا أنا أرحمه اتجوز شادية خلفه شريهان خلاص ونلي بنتي أنا وأنا عبدالله علىك بقى أكيد عبدالله مشرف أو فرغالي أو فرغالي وسيتك إسمك إيه؟ أنا تيسير فهمي كمل الحقيقة عبدالحليم أخويا ما كانش شقيق يعني والدي الله يرحمه لما توفى زي ما طول سلة الرحم ما كانتش قد كده يعني العلاقات خفت ما بيننا يعني فطريباً البنات ما شفوش بعض منا ما شفوش بعض خالص الحياة دي غلطت نحنك كبار للأسف يا فنم يفعلها الأباء ويقع فيها الأبناء نعم أمر إحنا كده مضطرين نعمل صلح بس الأنسة شريهان ما كانتش عايزة تصالح لا إزاي مش موافقة مش موافقة إزاي شريهان يعني هترضي أنك تحبسي بنت عمك بس يا شريهان أنا هقول لك ثلاث حاجات الدم عمره ما يبقى مية والضفر عمره ما يطلع من اللحم ودل الكلب عمره ما بيتهدل حضرتك نسيت واحدة إن الحرام عمره ما بيدون ده ما لوش أي علاقة بأوضعنا يا فندم يا فندم بجملة عمره خلاص تمامي حضرت الزبط بس بوس إيدك خلينا يوح عشان ألعب بوتقانة دي طيب يبقى حصل خير نيلي قومي بوسي شريهان وسلمي عليها نيلي تكلمني بابي؟ اه يا حبيبتي قومي بوسي شريهان وسلمي عليها شريهان مين؟ بنت عمك مين دي اللي بنت عمي؟ يا فندم للأسف هم مش هيقدروا يفهموا دلقتي حضرتك تقدر تاخد العائلة الفنية بتاعتك وأنا هقفل المحضر بمعرفتي نيلي وبعدين لا نعيده هنزيده الله لا يوجد طريق من البلو كده يطلع لي بنت عم واسماشري هن وكمان تطلع برتقانة انا بكذب مثلا تصدقيني يا بنتي دي بنت عمك لا يوجد طريق بنت عمي انا تبقى الجربوعة دي ما تحسب على كلامك باي حبيبتي لس اكتلك من الصبح استن انت جرى ايه يا استاذ عبدال يعني ده جزتنا يا اخوي ان احنا تنزلنا هي بقى تقصدش على فكرة انا اقصد واقصد قوي ومين اصلا الست البيئة دي لا 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 جرى ايه بقى وبعدين يا استاذ عبدالله ما تعمل كنترول شوية يا اخوي حاضر هعمل كنترول ميلي دي الست صباح تبقى خالد شاريهان واختي شادية مراط عبدالحليم روتانا كلاسيك قوي اللي انت بتقوله ده يا بنتي عبدالحليم دايب اخوي عمك انت زي مش عارفة هاو مش عارفة لانه عمرك ما كلمتني عنه لا كلمتك عنه بس انت لي ناسيا بقولك يا استاذ عبدالله احنا ولا عايزين هتفتكرنا ولا عايزين تفتكر كوك فايا اول حد كده يلا يا خالتي لا يلا فين الله انت هتمشي ازاي بالمصدر ده عادي هناخد واحد واربعين بشرطة يواحنا لحد البيت يلا يا خالتي هراشتني جاه لا يا اختي انا اخدنك تمنية مخصوصة هتفع في اتنين جنيه لا استني بس ايه يا جماعة انا هبصلكم بابي لو مش مكسوف ومش خايف حد يشوفك ده بيقوله خالتي وك ازاي انجويت انا ماشي مع نفسي ايه على طول يا اخويا مخنوه اكد ست صباحا انا بكرر اعتزاري عن اللي حصل الدهار ده نيلي والله طيبة قوي بس هي عصبية حبتين بس يصدقيني قلبها زي الفتة البيضة بالظبط قصدك البفتة البيضة ايه بالظبط هي البفتة البيضة ولا يهمك يا سي عبدالله حصل كيف ايه بردك زي اختي الصغير بالظبط هي شكلها حلوة بنت ناس بس ما شافتش تربية اه 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 انا برضو مقدر البهدالة اللي حصلت لكم مهاردة في الاسم عادي احنا متعودين على كتر بس تصدقي ايه رغم كل ده انا مبسوط قوي اني شفتوكم النهاردة زي ما تقولي كده ليكم شوقة القلوب عند بعضيها يا سي عبدال انت كمان كلك وحش طيب نتيجي اجي فين يا اخوي اه اه في الفيلا في الفيلا عندي متيجي بكرة تشرفونا لتغدى مع بعض والولادي عضو مع بعضيهم واحنا كمان نعود مع بعض والنيين وميلو نيجي يا سابتو وهو البنت يعدوا مع بعضيهم واحنا كمان نعود مع بعضيهم هو ده هو السلام عليكم ماليكم السلام و أخماع الله بلكاتو يا خيتي وده إيه ده يا خيتي ده عادي يا خالتي عادي هم الناس البهوات بيبقى عندهم من نوع ده كتير آه سيدك موجود؟ ماذا؟ ماذا؟ آه لا أسبي هالي دي بقى يا خالتي يا آياته الكاماريرا الفلبينية نحن بصدد لقاء السيد عبد الله حاشلا حاشلا ساو وبالدو سأبالدو آه شكرا لك آياتها البالهاء فدالو فدالو بسم الله ما شاء الله ايه ده يا بتي يا شريحان ده ليه بلف في اللغات مالي خالي ما شاء الله عليك يا حبيبتي أهلا وسهلا أهلا وسهلا اللي أنا بيتي نور النهار ده مننور بصحابي يا أستاذ عبدال ازاي حضرتك؟ أهلا يا حبيبتي اهو كده لازم فعلا نتبتل الزيارات والود احنا أهل يا جماعة احنا على طول تحت النظر يا عمو عمو؟ الله بحب الكلمة دي بينك قوي طالها ببقك زي العسل يا حبيبتي طب تفدل يا أستاذ عبدالله دي حاجة بسيطة كده خمسة كيلو ستفنجي وطبق بسبوسة يستاهي البقع والله ما كان لولاس ما التعب أول مرة أشوف بسبوسة بجيب بسبوسة طيب أستأذنكم البيت بيتكم أنا أطلع بس أنده لنيلي واجه على طول برضو عملت اللي في دماغك وجبتهم هنا في البيت نيلي معنش لما نتكلم بعد ما يمشوا بس دلوقتي من فضلك قابليهم كويس عشان خاطر بابي هوا مين قال لك أصلا أننا هقابلهم ولا هنزل عاود مع الناس الجربيع دي نيلي وبعدين عيب دول عرايبنا عرايبنا ازاي؟ ازاي ايه؟ شريهان اللي قادة تحت دي تبقى بنت عمك عبد الحليم اللي هو أخويا من شقيقي من أم تانية عشان جدوا ميكي الله يرحمه كان متجوزوا واحدة تانية غير باما ميمي بسم الله الرحمن الرحيم هيدا لو هنتي لسه عايشة مين دي يا خالتي؟ دي الحاجة ميمي مرد جدك مكاوي ازايك يا حاجة؟ سلمي على ستك يا شريهان ازايك يا ستو؟ ايه؟ هي ليه عاملة كده؟ الزمن غدار هدها من عميلها السودة أصلها كانت ستة قادرة وما كانتش بتق جدتك ولا بوكي ومن ساعة جدك ماماته ملقوش ولا مالين من سروته وهي حالها بقى عامل كده وبعد ما جده ميكي الله يرحمه توفى زي ما تقولي العلاقة ما بيننا خفت خصوصا ان ماما ميمي ما كانتش بتحب أبدا ماما زيزي اللي هي مامة عبد الحليم أخوي الله يرحمه هو كمان فعشان كده قد بتمنعنا ان احنا نروح نشوف بعضا ونتزاور طب بعد الهاردة كله المفروض انا اعمل ايه دلوقتي؟ تنزلت قابليهم واضضيفيهم كمان كويس الله مش قريبك دول قريبك انت ودي بنت اخوك انت انا مالي نيلي من فضلك؟ شريهان تحت دلوقتي عارفة انك موجودة لو ما نزلتش تقابليها ما شكلك وحش؟ على فكرة يا بابي انا شكلي حلو جدا ومش فارق معي خالص لو انت فارق معيك انزل انت اقعد معي اعمل انت عايزو دو whatever you want يا بابي انت احنا ما صدقنا لقينا عائلة تودينا بدل ما احنا بطولنا احنا الاتنين كده حتى بعد عبر طويل تلاقي حد يجيلك وتروحيلو بليز بليز انا مش بحب الناجاتيفتي وشغل المتسولين ده من فضلك اخرك معي هفض القادة في القودة محبوسة لحد ما هم يمشوا وانت ممكن تقولهم ان انا في النادي في السبا بعمل دايوز مع اصحابي اي حاجة بس remember ان انا هفضل محبوسة في القودة لحد ما الناس دي تمشي وهاصر على نفسي زتونة لمونة whatever مش whatever لمونة زتونة ازاي تنصرها انا ممكن اعصر زتونة عادي لا لمونة اوكي هاصر على نفسي لمونة بس بليز انجز وافتكر ان بنتك قاعدة محبوسة عشان الجربيع دول يتبسته تحت في بيتي منورة يا حجامين خالتي مش عايب عليها في السن ده لسه بتقرع ميكي الله يكحموا جدك بقى مطرح مراح ما انت عارفة ان هو كان صاحب المجل وهو اللي كان بيكتب لغز ميكي حاسبي يا بيت اللي اتعودك استنتي يا خالة ما نشوف ايه 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 مام بليز ايه ايه ايهه ايه 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 ده عشان خاطرى طب مكنش عشان خطر عشان خطر شعرك أمام لما بتسخنش حقك بالحمر ايه ده عمو ما تخافوش ما تخافوش لا ما نخافش ايه عمو دي بتقوم تمشي ايوا ما هي بتمشي أمام القعد عالكورسي ليه بتشتغلنا لا أبدا هي بتمشي وساعات ما بتمشيش بتتكلم وساعات ما بتتكلمش أصلا هي مش قايدة هي عندها مرض نفسي والدكتور قال إن عندها اضطراب وجداني سناء القطب وضللات طبعا ما هيطول عمرها ضلالية وتاكل مالي النبي أكل انتو عملتولها حاجة ما عملناش حاجة خالص يا عمو ده أنا بس كنت باخد منها المجلة زامت علي وقامت مشيت طب و دي حاجة بسيطة يا بنتي المجلة دي اللي سابها لها داد الله يا رحمه وهو المرحوم ساب حاجة غير المجلات ايوا صحيح يا عمو أمال السارة بتاعت جده رحت فين هو مش كان عنده شركة شحنه وتجارة لعب أطفال وكده والله يا بنتي بحد يعرف الله يا رحمه صفة الشركات كلها وبنعرفش وده فلوس فين حتى شركة الشحن لولا وقفتي وشوية فلوس من مامي تنالي قدرت أوقفتاني على رجليها يعني ما سابش ولا فلوس ولا عقود أراضي ولا أملك ولا أي حالة والله يا بنتي لا بيد ولا سود ما لقناش في الخزنة غير العدد ده بس داد كان قال ان الساروة في لغز ميكي جايز يقصد ان الساروة الحقيقية في العلم اللي سابه علم ش الله يا علم يعني هو كان حفر الكناليا خايف مش مهم ما علينا هي الأمور الزغنانة فيه الأمور الزغر في النادي آه عندها تدريب متفوقة رياضيا جدا آه النهارده أكلموها قالولها ان عامل لها تكريم زغير كده في النادي كانت زعلانة جدا ان مش هتحضر معنا الغد قدمها فرد في النادي أعمل إيه ديات قلت لها بنتي روحي وحصلين وإحنا بناكلت لها جات على طول يلا تفضل لسه قدامي شوية ياسو ان قاعدة من تثبتها في القودة مستنية لحد ما يمشو بقول لك إيه أنا هنزل أجيلك دلوقتي مش مهمة خلاص توزي فيهم بقى بابي بقى يتصرف معهم ولا أي حاجة سو موك هتلب منك طلب فكرة الجاملة دي تقولي ممرة اللي فاتت اللي هو كان اسمه إيه سامرة سامارة ايوه ده معصب قوي بقالي ساعتين قصن عمالة بكل فيها مش قادرة تفاها بليز هاتيلي منه تاني تانكيو باع سو بقولك إيه في منه بس بيعمل بابلز أنا مش عاوس كسوف بقى دابتكو ما يجعله عامل أهلا وسهلا يا سلام قدي ايه أنا مستمتع باللمة أنا عنك تراح إيه رأيكم لما نتلم اللمة دي كل يوم جمعة لا الجمعة مش هينفع بيبقى عندي شغل بشتغل يوم جمعة اللي انت بشتغل إيه ما بحبش أتكلم في الموضوع دا اسكت يا أستاذ عبدال الناس خيبتها السبت والحد وهي خيبتها لاتنين وما وردت على حد بس يا خالتي بسيت ليه حبيبتي انت بشتغل إيه حضرتك أنا الصبح بشتغل في الشهر العقاري وبعد الظهر بشتغل كشير في الشبروي ويعني بالليل بنزة أشتغل مع خطيبي مش يا الله طلت شغلانات على كده يا بنت مقرشة ها ومعاك بلوس ها 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 ما بحبش أتكلم في الموضوع دا بل أخيبة على خيبتها دي لو لم تحق بلوزة أتبح إيه وأعمل فرح بلوزة طلت شغلانات وبلوزة لا 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 أسبوع جاي تجيب وراك وتجي دي الشركة طبعا ومرتب مبدأي خمس تلاف جنيه وحيات أمك ها 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 وحيات أمك أسفى يا عمي أصلي يعني الخط دا بس تخطيت معلش بجد طبعا يا بنتي إزاي يبقى عمك صاحب أكبر شركة للشحن في الوطن العربي كله وتتبهدل البهدلة دي ها ربنا يعلم قصدك وشوفك فأعلى المرتب يسل أستاذ عبدالله يا ابني ميمي وميكي مرسي حلوة أد دعوة دي يا صباح خصوصا عن موضوع المراتبه ها 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 خلاص ها 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 ساعة كده وهجلكو إفلي دلوقتي هيكلام بتاني يه نلي أنت جيت يا حبيبتي جات بالنادي نيلي النادي إيه يا عمو هو لما أخذ النادي ده فوق ايه كل ده يا بابي انت مش قلت هتغذيهم وتمشيهم؟ ايه يا بات تغذيهم وتمشيهم دي احنا جايين من الشرع؟ انت بتكلمي لي اصلا يا بتاع انت حد كلمت؟ هو انت عايزين يسمع شتمتي بهداني وافضل قاعدة سكتة؟ هو انا ما شتمتكيش اصلا بس لو عايزين يشتمك ممكن ميلي؟ بس يا بابي لا بس بجد يا بابي وريني كده يا حبيبتي هتشتميني ازاي؟ وانا سايب عليك لساني يا بروتك بارد لو هتسايبي علي لسانك انا ممكن اسايب عليك كلابي جرائية يا استاذ عبدالله ما قلتلك يا قوية تعمل كنترول شوية؟ طبعا طبعا ميلي وبعدين شريهان انتوا بنات عام يعني زي الاخوات بالزبط بابي انا قلتلك بس حصل لو سمحت متتكلمش بقى انا هعرف اتصرف مع الناس دي وبعدين ايه اخوات دي احنا مش اخوات اصلا جرائية بتنتي مالك متنية ومفروض علينا كده ليه؟ ما قلنا اولاد تسع انا بنت اتنين بس اللي هم بابي ومامي لو انت بنت تسع شو في الموضوع ده مع مامتك؟ اخراس يا واطية يا زبالة يا بنت الواطية يا نيسي بتفاعلها السكينة في بنتي ها قفى عليك السكينة والمعلقة والشجرة كمال لو تحادي ما تقولي الحمد لله ان احنا بنأكله اكثر يا بنتي قسمهم بالله عدوك بقتبع الساعة فيه سوق تفاهم مش اكتر انا هفهمها حبيبتي هي تقصد تسع شهور ان اي ست بتبقى حامل الحامل الطبيعي التسع شهور لفة بعيدة قوي انت مقتنع قصا باللي انت بتقوله ده؟ بابي انا لازم امشي عشان عندي معاد لما ارجع مش عايز الاقي المناظر دي في البيت لا بقى ده كده كتير قوي يا استاذ عبقلة يلا بينا يا شريهان يلا ياختد احنا تهزعنا عالاخر لا عشوة لا كان اللي هزعك وانا موجود يا ست صباح ولا عشوة لا كان ايه اسكت بقى ما تخلينيش ادهم لك اوعى من ويش يلا يا خالتي يلا يلا اسكت قدي نسكت عمو طبعا الخلاف اللي حصل بيني وبين بنتك قللت الرباية ده ملوش اي علاقة بموضوع الشغل اللي بينها يعني عشان اثبت لحدتك قدي انا بروفاشنال في الشغل بعد ازنى حضرتك فضل يا حبيبتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة